بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتخذت جهود منع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية منحا جديدا يقول قدير أستون لصحيفة ياني شافق لقد سابق لي أن تطرقت إلى الجدل حول ما إذا كان ينبغي انتخاب الرئيس الأمريكي من قبل المحاكم أم عن طريق التصويت الشعبي في انتخابات نوفمبر 2024 ويستند هذا الجدل إلى اعتبار ترامب مشاركا في تمرد ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب دوره في أحداث 6 يناير وأنه لا يمكنه الترشح للانتخابات بموجب المادة 14 من الدستور الأمريكي وبناء على هذه الدعوة أصدر مجلس القضايا الأعلى في ولاية كولورادو قرارا يمنع ترامب من ترشيح نفسه ويستند القرار الصادر عن ولاية مين إلى نفس الدعوة ولكن القرار هنا صادر عن سكرتيرة الولاية وهو ما يمكن اعتباره تدخلا سياسيا أكثر وضوحا من قرار المحكمة وسيعتمد مصير جهود المادة 14 على القرار الذي ستتخذ المحكمة الدستورية ولكن يمكن القول أن هذه الخطوات التي تهدف إلى استبعاد ترامب من صندوق الاختراع مثل القرار الإداري في ولاية مين تصبه في مصلحة ترامب سياسيا ولكن يواجه تطبيق المادة 14 لمنع ترشيح ترامب عقبات كبيرة من أهمها عدم ثبوت دور الرئيس السابق في أحداث 6 يناير بشكل واضح من خلال عملية قانونية وقد تكشف التحقيقات التي يجريها المدائي العام الخاص ثمث حاليا ما إذا كانت تصريحات ترامب وأفعاله بمثابة تمرد ضد الدولة ولكن حتى قبل اكتمال هذه العملية القانونية فإن التصور بأن ترامب متورط في انتفاض 6 يناير وبالتالي يجب منعه من الترشح من خلال المادة 14 بات تصورا سياسيا يكتسب القوة هناك الملايين من الأشخاص الذين يصدقون رواية ترامب للناخبين بأن الدولة العميقة والديمقراطيين يتعاونون في مؤامرة ضده سيستمر بعض هؤلاء المؤيدين في دعم ترامب بغض النظر عن الحقائق وقد يتأثر آخرون إذا ثبت قانونيا أن ترامب شارك في التمرد ولكن في ظل عدم وجود إدانة ثابتة من المحكمة في الوقت الحالي تزداد قوة فكرة أن جهود منع ترامب من دخول الانتخابات هي حركات سياسية وعندما نأخذ في الاعتبار أن الإجراءات القانونية والإدارية لم تنجح في إيقافه لسنوات فينبغي أن لا ننسى أن قيادة ترامب تتغذى على دينماكيات مختلفة ولعل أهم عامل يضمن ترشيح ترامب ما يتمتع به من قاعدة دعم قوية داخل الحزب الجمهوري تتفاعل مع النظام الحزبي على غرار طائفة بالإضافة إلى ذلك فإن الإنقسام داخل الحزب كما رأينا في الانتخابات التمهيدية لعام 2016 وظهور عدد كبير من المرشحين الضعفاء كنتيجة لذلك يجعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد ضد ترامب وفوق هذا يتمتع ترامب أيضا بخبرة في البقاء في دائرة الضوء الإعلامي وقد برز مؤخرا بتصريحاته النازية التي تشبه تصريحات هتلر ومفادها أن المهاجرين يسممون دم أمريكا ويجيد أيضا تحويل أزمة المهاجرين على الحدود المكسيكية إلى فرصة سياسية من خلال استخدام خطابات متطرفة كما أنه يستغل ضعف صورة بايدن في هذا الصدد ويمكن القول أن القاعدة الجمهورية تعتقد أن الديمقراطيين يستغلون القانون لمنع ترامب دون اتخاذ أي إجراء بشأن الهجرة غير الشرعية يتمتع ترامب أيضا بميزة أخرى تتمثل في انخفاض شعبيت بايدن ومن الواضح أن بايدن لا يتمتع برؤية واضحة للأمور حيث أعطى انطباعا بأنه قائد غير فعال بسبب كبر سنه وقضايا الفساد التي يواجهها ابنه هانتر بايدن وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة الهجرة وحرب غزة وعلى الرغم من أن مؤشرات البطالة والتضخم في الولايات المتحدة هي في مستويات مقبولة والاقتصاد يسير على المصاري الصحيح إلا أن ذلك لا يوفر مكاسب سياسية لبايدن فهناك عوامل أخرى مثل الاستقطاب السياسي وعدم الرضا عن بايدن داخل الحزب الديمقراطي تصب في صالح منافسه ترامب وعلى الرغم من كل هذه الدنماكيات فمن الممكن أن يتحسن أداء بايدن مع اقتراب الانتخابات حيث نعلم أن الشعور القوي بعدم الرغبة في فوز ترامب موجود ومع ذلك قد لا يكون هذا الشعور القوي كافيا على الصعيد الوطني لتغيير التوازن في الولايات الحاسمة ضد ترامب من ناحية أخرى قد لا يكون من الممكن لبايدن معالجة فرضيته القائلة بأن وصول ترامب إلى السلطة يعني التخلي عن الديمقراطية أو خلق انطباع بأن الاقتصاد يسير على ما يرام رغم الصعوبات والتحديات يستمر ترامب في الاستفادة من العديد من العوامل التي تساعده على مواصلة مسيراته السياسية بما في ذلك بطء الإجراءات القانونية واعتبار المبادرات الإدارية عمليات سياسية وضعف المعارضة الداخلية له وعوائق بايدن وعدم ثقة الشعب الأمريكي بالنظام ومع ذلك فإن فشل المرشحين الداعمين لترامب في تحقيق نجاحات كبيرة في الانتخابات منذ عام 2020 يشير إلى أن أمل الديمقراطيين الوحيد بالفوز يكمن في هزيم الترامب في صناديق الاختراع إذا اعتقدت ديمقراطيون أن المعارضة لترامب قوية بما يكفي فقد يركزون استراتيجياتهم على مهجم الترامب بدلا من التركيز على أجندة بايدن الإيجابية إن مثل هذه الاستراتيجية تهدد بتعزيز قوة ترامب وتجعل من الصعب هزيمته وإيقافه بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ما كتبه قدير أستون الصحفي التركي تحت عنوان هل يمكن إيقاف ترامب لا شك أن معركة طوفان الأقصى تفرض إيقاعها على العالم كله تفرض إيقاعها على الانتخابات الأمريكية في عام 2024 تفرض إيقاعها على التموضع الدولي وإعادة هيكلة المنطقة الشرق الأوسط كله ربما تتشكل خرائطه في ضوء ما يجري أو ما جرى في السابع من أكتوبر 2023 وهي ضربة البداية لطوفان الأقصى البعض يتحدث أن طوفان الأقصى بداية وليس نهاية وأن أحداثا كثيرة سوف تتشكل وأن ظروفا جديدة سوف تحدث في المنطقة لا شك أن الانتخابات الأمريكية جزء من كل لا شك أن أمريكا هي الدولة الأكبر حتى الآن في العالم ولكن هناك منافسان رئيسيان هما الصين وروسيا يسعيان لإزاحة أمريكا عن رأس الهرم العالمي ومزاحمته وجعل العالم بأقطاب عدة بدلا من القطب الواحد وهناك قوى إقليمية صاعدة مثل تركيا وإيران كل هذه القوى تجعل أن المنطقة والأحداث القادمة كل يسعى إلى أن يتموضع في المكان الصحيح وأن يحوز قصب الصبق لا شك أن الدول العربية ربما هي الحصان الخاسر في كل ما يجري لأن الأنظمة الجاثمة على صدورها والعاجزة عن فعل أي شيء تجعل منها أرقاما ضعيفة لا تقوى على المنافسة والمجراء لذلك نحن لا نراهن على الأنظمة إنما نراهن على الشعوب العربية والإسلامية ربما هناك حالة من السكون والضعف ولكن هل هو السكون أو الهدوء الذي يسبق العاصفة هل تشهد المنطقة بعض طوفان الأقصى عاصفة عربية وإسلامية تغير المشهد تماما لصالح طوفان الأقصى ولصالح المقدسات وفلسطين وفي القلب منهم القدس الشريف متابعين الأعزاء في الختام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر